شكراً لكم أهبا وفاطيما مشاهدين هذه وقفتنا الاقتصادية للسادسة أهلاً بكم أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برنامجاً جديداً على منصته الرقامية بمواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى ببساطة يستهدف البرنامج توضيح المفاهيم الاقتصادية بشكل مبسط وسوف يخصص البرنامج حلقات جديدة لتبسيط المفاهيم المتعلقة بالاستثمار الأجنبي والتضخم والسياسة النقدية وأسعار الفائدة والرقود وغيرها من المصطلحات الاقتصادية التي أصبحت تحظى بتداول واسع بين المتابعين في الفترة الأخيرة أكد وزير البترول طارق الملة حرص قطاع البترول على التعاون وتوفير أوجه الدعم للشركة الصينية North Petroleum International التبع لمجموعة زينهاو في ضوء خططها التوسعية في مصر وخلال لقائه رئيس الشركة أشاد الملة بالتزام الشركة الصينية في أعمالها واستثماراتها خلال الفترة الماضية كشريك هام لقطاع البترول في بعض مناطق إنتاج البترول والغاز بالصحراوين الشرقية والغربية من جانبه أكد رئيس الشركة الصينية أن الشركة التي يمتد نشاطها عالميا في ثمان دول تتطلع لتعزيز تواجدها وتوسع في مصر في مناطق جديدة وضخ استثمارات لزيادة إنتاج البترول الخام لافتا إلى توجه الحكومة الصينية لزيادة التعاون الاستراتيجي مع مصر خاصة في قطاع البترول والتوسع في العمل معها أنهت برصة التعاملات جلسة اليوم نهاية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين وأسطى تدولات تقترب من مليار وأربعمائة مليون جنيه وربح رأس المال السوقي ثمانية مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.168 تريليون جنيه هذا وارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 17342 نقطة كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 3428 نقطة وصعد مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 99% ليغلق عند مستوى 5084 نقطة أما في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط معوضة بعد خسائر الجلسة السابقة بعدما أشارت بيانات التضخم الأمريكية إلى أن أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم تقترب من بلوغ ذروتها وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية بقدر طفيف في يونيو مسجلة أصغر زيادة سنوية في أكثر من عامين في ظل استمرار تراجع التضخم حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برينت بنسبة 9 من 10% مسجلة 80 دولارا و35 سنة للبرميل وزاد خام غرب تكسس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.2% ليصل إلى 75 دولارا و96 سنة للبرميل كما ارتفعت أسعار المزات عالميا بنسبة 1.10% لتصل إلى دولارين و63 سنة للتر هذا وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.25 من 100% لتسجل دولارين و62 سنة لكل مليون وحدة حرارية بريطانية قال وزير المالية البريطاني جاريمي هانت إن ارتفاع التضخم ما زال يعيق النمو الاقتصادي بعد أن أظهرت أحدث بيانات انكماش الاقتصاد في مايو وأداف هانت في بيان إنه بينما كان لعطلة البنوك الإضافية تأثير على النمو في مايو يظل التضخم المرتفع عائقا أمام النمو الاقتصادي وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن إنتاج الاقتصاد انخفض بنسبة 1 من 10% في مايو على أساس شهري بعد نموه 2 من 10% في الشهر السابق نهاية جولتنا الاقتصادية للسادسة والآن عود مرة أخرى إلى هبا وفطيمة إليكم شكرا نسار على هذه الوقت الاقتصادية